شرم الشيخ لم تنتهي عند هذا الحد ومش بس الحد يوم 18 خد بالك نتائج قمة شرم الشيخ هتفضل مستمرة معانا ايجابيا سنين لقدام ومع تواصل يعني وقائع قمة شرم الشيخ قب 27 قمة المناخ ومع المشاركة الدولية واسعة النطاق ومع وجود اول قمة تنفيذية لقمم الدول المشاركة في قمة المناخ الـ 197 دولة باختصار شديد خلونا ينضم معانا من شرم الشيخ موفد التلفزيون المصري صديقي العزيز زميلي الرائع يوسف عبدين يوسف قبل ما تحكيلي على شرم الشيخ يوسف انت يعني ما شاء الله دايما كده منورنا البدلة والكرافطة دي حنوى يوسف بص انا ما بمسش كرافطة بس انا هقلم كرافطة دي اول ما ترجع وش هتبالع عندك خلاص حبيبي مساء الخير يوسف مساء الخير على كل مشاهدينك الكرام النهاردة يوم مليء بالجلسات في قمة المناخ قمة التنفيذ كما اشارت يوسف وكما تؤكد دائما انها قمة مختلفة تماما عن 26 قمة اللي فاتوا قمة تنفيذ التعهدات العالم كله بينظر الى مصر بالفعل يوسف على انها قمة مختلفة تماما النهاردة علشان ندخل في الموضوع مباشرة كان يوم مليء بالجلسات حوالين موضوعين في غاية الاهمية موضوع النوع الاجتماعي او دور المرأة في قضية تغير المناخ وقضية المياه والتنمية المستدامة لتنمية موارد المياه خليني ابدأ بقضية النوع الاجتماعي او المرأة وربما يتسأل البعض ايه علاقة المرأة بالتغير المجتمعي زي ما احنا عرفنا من قمة التنفيذ من خلال التكثيف على العناصر المشتركة في مسألة التدعيات المناخية او التغيرات المناخية ان العنصر البشري كان عنصر عليه مسئولية كبيرة في مسألة التغير المناخي السلوك البشري بواجه خاص كان عليه عامل كبير جدا ايضا من عوامل التغيرات المناخية من هنا كان اليوم وتسليط الضوء على دور المرأة في قضية التغير المناخ والتكيف مع التغيرات المناخية المرأة يوسف هي مسئولة عن الوعي مسئولة عن ترشيد الاستهلاك مسئولة عن حماية البيئة وتنمية الموارد او ادارة الموارد مسئولة كمان عن السلوك البشري داخل الاسرة المصرية لو اتكلمنا بوجهة ابسط علشان نبسط الامور اكتر على مشاهدين منين بيجي تأسير العنصر البشري على قضية تغير المناخ كل سلوك بشري الانسان بيعمله بيبقى مسئول فيه بمسئولية مباشرة وغير مباشرة على تغير المناخ عشان كده كان النهاردة ابراز القضية دي تحديدا قضية علاقة المرأة بالتغير المناخي وتوفير منصة لمنقشة اهم اهم التحديات في القضية دي وكمان مشاركة قصص نجاح من مختلف دول العالم لزيادة الوعي وتبادل الخبرات ما بين الموجودين لو دخلنا في الجلسات كان فيه جلسة رفعة المستوى تناولت صوت القيادات النسائية فيه مناقشات المناخ وندخل اكتر لمصر وبنتكلم على المستوى المحلي مصر كان بين اوائل الدول اللي المرأة المصرية فيها كان لها دور كبير جدا فيه مواجهة تغير المناخ لان مصر مش بتعمل على مسألة تغير المناخ من السنة دي او من السنة اللي فاتت لا من قبلها بكتير كان فيه تعاون ما بين وزارة البيئة او المجلس القوم للمرأة في الملف ده تحديدا كان فيه قصص نجاح شهيرة وخليني اختصر كل القصص النجاح في قصة كانت مشهورة جدا لسيدة مصرية المهندسة مونة الخضيري رحمها الله اللي اختلتها جائحة كورونا قبل ما تشوف مشروعها المتميز جدا على ارض الواقع منفز واللي نفزه كتير جدا غيرها من الشباب المصري ومن النساء المصريات مشروع البيو جاز انا عايز اتكلم يعني باختصارة عن المشروع ده يوسف انه مشروع مهم جدا من صعيد مصر للدلتا اللي عندنا في كفر الشيخ فيه مشروع كبير جدا نكلف حوالي 37 مليون دولار لمشروع البيو جاز مشروع البيو جاز هو استخدام المخلفات البشرية او مخلفات الصرف الصحي ومخلفات الحيوانات فيه انتاج الغاز وانتاج الكهرباء وايضا بيخرج منه في الاخر سماد عضوي صديق للبيئة مشروع صديق للبيئة وبيطلع منه منتجات كتيرة جدا صديقة للبيئة كانت المرأة المصرية كان لها دور كبير جدا في الجزئية دي الجلسات كانت متعددة جدا وركزت على اهمية مشاركة المرأة في قضية تغير المناخ وايضا تكسيف التمويل لدعم المرأة المرأة المصرية كانت عامل مشترك بين مؤتمرين مهمين جدا يوسف اتعقدوا في مصر وترقصتهم مصر مؤتمر التنوع البيولوجي لمصر ترقصتهم من 2018 ل2021 ومؤتمر تغير المناخ كوب التي احنا موجودين فيه دلوقتي الكلام عن دور المرأة كتير جدا والمرأة المصرية لها دور بارز والمرأة الافريقية كمان لها دور بارز وان شاء الله مصر تتبنى الشق التاني علشان ما خدش من نوقتي حضرتك كتير هو كان طبعا عن الكلام عن الماء الله يخليك ملف المياه كلنا عارفين وكلنا تابعنا الفترة الأخيرة قد ايه التأثر بالتغيرات المناخية شفنا فيضانات شفنا جفاف في بعض الدول شفنا ارتفاع مستوى سطح البحر عشان كده كانت الجلسات جدا مهمة النهاردة في مسألة التنمية المستدامة لموارد المياه والاطلاق الرسمي لمبادرة أوير وهي العمل من أجل التكيف والمرونة مع تغير المناخ في مجال المياه بالشراكة طبعا مع منظمة الأرصاد العالمية للأرصاد الجوية جزئية مهمة جدا تمت مناشطها النهاردة في جلسات المياه برضو هي الإنذارات المبكرة أو التحول إجراءات التكيف المبكر لقطاع المياه وكيفية تنفيذ مبادرة الأمين العام العالمية للإنذار المبكر وإجراءات التكيف مع الجفاف المسألة لم تعد مقتصرة على الاستجابة أو تخفيف الإنبعاثات لكن إزاي نقدر أو الدول النامية تحديدا والدول المتضررة إزاي تتكيف مع تغيرات المناخية فيما يتعلق بمسألة المياه موضوع كمان مهم وتم التركيز عليه في كل الجلسات في الأيام الماضية في عدد من الموضوعات اللي كانت تم مناشطها هي مسألة الشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص حاجة مهمة جدا كمان يوسف بتمتاز بيها قمة كوب 27 في إشارتك لما تمتاز بيها هذه القمة وكل الحاجات اللي أنت ذكرتها كان في مبادرة عبارة عن فكرة من سنوات طويلة اسمها الدرع العالمي لحماية الكوكب النهاردة تم إطلاق المبادرة رسميا من خلال قمة كوب 27 ومن خلال مجموعة السبع واللي بتترأسها ألمانيا طبعا بتزامن مع انعقاد قمة مجموعة السبع القمة دي هدفها هي وصول أموال التعويضات بشكل سريع وآمن للدول الأفريقية اللي ضربتها التغيرات المناخية كان الكلام عن التمويل وكان عن مساعدة الدول وكان فيه منقاشات هل التمويل هيكون مباشر أو غير مباشر هل التمويل هيكون أموال تدفع كمنح ولا كقروض ولا كديون هل التمويل هيتم من خلال برامج مساعدة تنموية لتنموية المستدامة ومشروعات الطاقة الجديدة والطاقة المتجددة والطاقة النظيفة النهاردة تم إطلاق مبادرة الدرع العالمي لحماية الكوكب لوصول أموال التعويضات وده كان برضو نقطة من النقاط اللي اللي هو كان تم إطلاقها قبل كده في إطار التعويض والخسائر أيضا كمان التركيز النهاردة على مشاريع تحليات المياه وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي جلسات طبعا كلها في النهاية كانت بتنتهي بجلسة لعرض الرسائل والنتائج والإعلانات الرئيسية خاصة فيما يتعلق بمسألة المياه قبل المؤتمر الأمم المتحدة للمياه في عام 2023 أعتقد ده كان ملخص لكل جلسات اليوم فيما يتعلق بالمياه ودور المرأة في قضية التغيير المناخ إليك يا يوسف مرة أخرى يا يوسف كما جرت العادة ملخص تفصيلي ووافي يعني بامتياز حقيقي يعني أشكرك علي ده أولا اتنين وحشنا يا عام يوسف عايزينك تخلص المؤتمر وترجع تنور مكانك في الستوديو تاني حبيبي يا يوسف طراب إن شاء الله بإذن الله بإذن الله ترجع لنا بألف سلام أنت وكل زملائنا اللي عزقنا شاف عمر زكريا رجع ما شاء الله طبعا عمر إيه ما صدق قالوله أرجع لك بس أرجع رايح هنا الشغل هناك كان شغل زي ما أنا فهمت من كل زميلي حقيقي يعني من عمره ومن خالد ومن كل الزملاء الشغل هناك شديد الصعوبة شديد الصعوبة في إيه مكانة بتلفها ما بتقفش ما بتقفش حاجة يعني حقيقي حاجة تشرف والواحد يتشرف إنه يبقى جزء من فريق عمل الأولى